أكد دونالد ترامب على وجوب بيع تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية قبل منتصف أيلول حتى يتمكن من مواصلة نشاطه في الولايات المتحدة لكن الرئيس الأمريكي أضاف شرطا جديدا ليس من المؤكد أنه سيكون سهل الحدوث وأوضح ترامب لصحفين قائلا حدثوا تاريخا بحدود الخامس عشر من سبتمبر لن يتمكن بعده من ممارسة نشاطهم في الولايات المتحدة وأضاف سيتم إغلاقه في الخامس عشر من أيلول إلا إذا تمكنت مايكروسوفت أو شركة أخرى من شرائه وتوصل إلى اتفاق لكن ترامب وضع شرطا جديدا مفاجئا لتفعيل أي صفقة محتملة حيث أعلن أن بيع عمل تيك توك في الولايات المتحدة يجب أن يترافق مع دفع تعويضات كبيرة لوزارة الخزانة وقال ترامب جزء كبير جدا من قيمة الصفقة يجب أن يذهب لخزينة الولايات المتحدة لأننا نجعل من الممكن لهذه الصفقة أن تحدث ترجمة نانسي قنقر